العقوبة البديلة أولاً هذا الموضوع للعقوبة البديلة هو قانون توري وهو قانون الذي كثيراً ما كنا نسمع عنه هذه الحكومة كانت عندها الجرأة وكانت عندها الشجاعة وكانت عندها القدرة أنها تخرج في وقت قصر لماذا؟ أولاً كالخطاب صاحب الجلالة سنة 2009 بمناسبة الدكرة 56 من طورات الملك والشعب والذي أعطى توجهات لكي يتحق يتم تطوير طرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة اليوم هذه الحكومة تشرف على هذه المرحلة الجديدة وتقديم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هذه التعديلات لكن في أحد الفلسفة ما هي هذه الفلسفة هذه؟ هي أنه هذا القانون يجب أن يحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وأيضاً حقوق المجتمع وهذا الشيء اللي تكلمت علي والليجا في السؤال الإفلات من العقاب ولكن كنا نعرف بأنه كلها الجرائم أو الجناح التي ارتكبت ترتكب في نفس الظروف وفي نفس السياق ومن نفس نفس الأشخاص الحالات تختلف والوضعيات تختلف وبالتالي هذه الإمكانية الموجودة الآن في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي ليس يقدمها بشكل أوتوماتيكي ولكن يقدمها بناء على سلطة قديرية حينما يعتقد بأن هناك لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو لا لإعادة الاندماج في المجتمع وبالتالي يفعيل هذه العقوبات البديلة التي هي ثلاثة تكلمت عليها إما أنه يكون الأول هو يكون شيء من فاع عامة والمراقبة الإلكترونية أو لبع التدابير العلاجية إلى غيرها من التدابير الأخرى كيف يتم التفعيل هذا أولا أن يطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من خمس سنوات مني غير رجع للساكنة السجنية غلقوا تقريباً 1.44% أو 1.45% كلها محكومة أقل من سنة وكلها محكومة على جنح نقدرون نقوله إلى حد ما بسيطة لكن كيف مما قلت هذا لا يعني بأن هذا الإجراء سوف يطبق بشكل أوتوماتيك هناك سلطة تقديرية وهناك مصطرة قضاء يجب اتباعها حتى يتم استكمالها على ما صارد للتقاضي وحتى يصبح الحكم حكماً يعني عند الحجية دياله وأصبح حكماً نافداً آنذاك تطبق هذه الإمكانيات الإدارة ديال السجونية التي سوف تقوم بتدبير هذه أو اللي بتطبيق وبمراقبة تنفيذ هذه العقوبة البديلة لكن هناك مراقبة القاضي الذي ينفيذ العقوبة وأيضاً النيابة العامة هذه الضمانة كلها لشي تعتطت؟ تعتطت لكي ننجح أولاً في تخفض السكينة السجنية لكي نسمح الأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة أنهم يعودوا يندمجوا في المجتمع من جديد وأيضاً لكي نعزز من صورة ديال البندنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان طبعاً كنا قضايا التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع ديال التدابير ديال العقوبات البديلة شنهي؟ هي الإرهاب وهي الاتجار في المخدرات والمؤترات العقلية الاتجار الدولي في المخدرات والمؤترات العقلية الاتجار في المؤترات العقلية عموماً الاتجار في البشر الاختصاب أمن الدول والإرهاب الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية غسل الأموال استغلال جنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إحق إذن هذه القضايا لا يمكن أن تكون موضوع تدبير من هذا النوع